أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالنظر لأثار تلك المشروعات في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر وجاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية وخلال الاجتماع تم تطرق للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024 حيث تمت الإشارة إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع سهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل فضلا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال وتدريب 6294 متدربا ومتدربة وتقديم نحو 18200 خدمة غير مالية متنوعة وإصدار 4376 رخصة جديدة ترجمة نانسي قنقر